احنا طلاب في المدرسة الديمقراطية العالمية احنا اولاد البارحة مصطلح الطلاب انا عجبني صار لكم 18 سنة طلاب انا ادري الطالب كل سنة ينجح مرحلة مرة بالاول مرة بالثاني مرة بالثالث شاتوا شو القضية بعدكم بنفس الصف ومرات يرجعوكم ترجعون للصف اللي قبله ليش شن المقومات اللي معتكم للنجاح موقع ثروات وطن شعب جيش كل شي بهذا البلد موجود بس ما بي حكام يديرونه بشرف شن اللي ما موجود حتى تنجح التصير قائد كل شي موجود نعم دكتور اخي العزيز فيما يخص نعم نحن طلاب الكل يتحدث عن تجربته يعني كل من يتحدث عن تجربته لا انا من اقول نحن طلاب لسنا الوحيدين يعني كل شركاء السياسيين طلاب العملية السياسية او شركاء في العملية السياسية ما يوم اخدتو لكم شهادة من الاول للثاني هاي صار تساطاء السنة ما يوم نجحتو كل اكمال لا لا ليش شن هو دكتور شن هو امر طبيعي دكتور امر طبيعي جدا اذا كان هناك غياب للأب الحامي للأسرة فبالتأكيد الأسرة سوف تتلكها وسوف تقع في مطابات كثيرة جدا يعني اذا اردى ذكرك انه النتاج الذي حصل في حرب ايران انه كثير من الطلاب قد تسربوا من المدارس وعصابهم ما عصاب نحن نحتاجين قبل العملية السياسية نحتاجين شخصية كارزمية تحتوي هذه المكونات السياسية وتؤسس فيها كتربة حقيقية الآباء المؤسسون للعملية السياسية قد تم استهدافهم الواحد والآخر دكتور رائد دكتور رائد دكتور رائد خليني اقولنا قضية خليني اقولنا قضية قضية وزارة التجارة تتناقش ويا ام الغذائية وطلعت الشغلة صوت ام البيت يعني مو دا يعني دفاعا على المعالي ولا الوزارة لكن اليوم شي متعلق بشي نمثل نفس الشي حال ام البيت اليوم تقول لها روح السوقي لكذا وكذا وكذا اذا انت منعطيها فلوسية مين تجي اذا ام البيت ما بيها حام اذا ام البيت ممدبرة اذا ام البيت غير وبالية اذا ام البيت غير وبالية اشلون يكتلنا الجوع اضل ورا ام البيت لا احنا كهاء ام البيت لابسة عباياته وتفتر بالدرابين النهار كله والشعب دايح هاي على وزارة التجارة يعني لا على ام البيت هس اتناقش وياك طلعت سالفتنا سوش ابو البيت بس سالر دا اتناقش وياك بقضية لا دكتور سوش المدرسين اذا سمحت الاستاذ عماد انت اللي اخذتنا وسميتها الحكومة الشيعية وتفتخر باضخم مجمع سكني في بسمائه وانا شخصيا عرضت اكبر ملث فساد في تاريخ الحكومات العراقية هي الشركة الكورية هذا واحد وايضا ذكرت قانون البنى التحتية التي اتهمت اطرافا لم تسميها لو حصل عليها التصويت لكنا قد انتقلنا خليني اذكرك اشقدت سريليونات اللي طبت للموازنة العراقية وما استثمرت وانباقت والبعض ما احتراماتي لك يتشدق فيما اذا لو البنى التحتية وقرت لكان العراق اختلف انا اسألك وين موازنة 2014 اللي هي 140 مليار دولار وين هي ليش بحديثة البيهة وين حساباتها الختامية وين انصرفت وين 350 مليار اللي باعتراف النزاه تم تهريبها وين انذني نعم 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 دكتور يعني دكتور هي القضية فقط في رأس الاطار التنسيقي ام شركات عملية سياسية ردنا نحاسب نحاسب كل الشركات السياسية ما عدنا شريك سياسي يعني اليوم خالي الوفاض او لربما انه بعيد عن هذه الملفات وهذه الامور لا يا سيد الكريم الكل يفترض ان نؤسس الى برنامج خاص لمحاسبة الفاسدين واسترجاع الاموال العراقية المهربة